صفحة 502 الحديث السابع من الباب السابع والعشرين بسنده عن صفوان الجمال إن أبا الحسن موسى إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قال له كل شيء منك حسن جميل الإمام يقول لصفوان صفوان الجمال كان من أثرياء بغداد وكان يملك جمالاً ونياقاً فارهة الجمال والنياق الفارهة تعد هي الأفضل في السفر لأجل ذلك كان هارون العباسي الخليفة يؤجر نياقه وجماله لأنها فارهة ولأنها قوية وسريعة ولأنه كان يعتني بصحتها وعافيتها كان جمالاً متميزاً ولذا فإن الملوك تستأجر جماله الإمام يقول لصفوان الإمام الكاظم كل شيء منك حسن جميل ما خلى شيئاً واحداً قلت أي شيء قال إكراؤك جمالك من هذا الرجل يشير إلى هارون يعني هارون كل شيء منك حسن جميل ما خلى شيئاً واحداً قلت أي شيء قال إكراؤك جمالك من هذا الرجل يعني هارون إلى أن قال يا صفوان أيقع كراؤك عليهم قلت نعم قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك قلت نعم كراك يعني الأموال التي يستلمها من الخليفة قال فمن أحب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان ورد النار قال صفوان فذهبت فبعت جمالي عن آخرها قطعاً الحديث في أصله مفصل هنا الحر العامل اختصره وإلا في مصادره الأصلية تفصيل لهذه الواقعة لكنني أكتفي بهذا الذي ذكره الحر العامل لأنه موطن الحاجة أقرأ الحديثة مرة أخرى عليكم صفوان الجمال يقول الإمام الكاظم قال له كل شيء منك حسن جميل ما خلى شيئاً واحداً قلت أي شيء قال إكراءك إكراءك يعني تأجيرك إكراءك جمالك من هذا الرجل يعني هارون إلى أن قال يا صفوان أيقع كراءك عليهم قلت نعم قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك يعني حتى تصل الأموال إليك قلت نعم قال فمن أحب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان ورد النار إذا كان أكثر مراجع التقليد عند الشيعة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه القضية هي هي إنهم العباسيون العباسيون كانوا أضر على آل محمد من بني أميه هم هم فمن أحب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان ورد النار قال صفوان فذهبت فبيعت جمالي قطعا هذه المطالب ليس بالضرورة أن تطبق بحدود حق ألفاظها إنما جوهر الموضوع واضح واضح جدا رواية مهمة صفحة 503 الحديث الخامس من الباب الثامن والثلاثين الروايات التي قرأتها قبل قليل قرأت عليكم من صفحة 502 الحديث السابع إنه من الباب السابع والثلاثين وأقرأ عليكم الآن من صفحة 503 الحديث الخامس من الباب الثامن والثلاثين بسنده عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن إنه إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال قال سمعت أبا الحسن يقول ما لي رأيتك عند عبد الرحمن ابن يعقوب كان مخالفا لآل محمد هذا عبد الرحمن ابن يعقوب الإمام الكاظم يقول للجعفري ما لي رأيتك عند عبد الرحمن ابن يعقوب قلت إنه خالي فقال إنه يقول الإمام الكاظم يقول فقال إنه يعني عبد الرحمن ابن يعقوب إنه يقول في الله قولا عظيما يعني قولا سيئا عظيما يصف الله ولا يصف الله لا يصف ولكن هذا يجسده يجسمه فإما جلست معه وتركتنا الإمام الكاظم يقول له فإما جلست معه وتركتنا وإما جلست معنا وتركته هؤلاء الذين يقولون في آل محمد قولا عظيم يسيئون إلى آل محمد مراجع الشيعة يسيئون إلى آل محمد في كتبهم أكان بحسن نية بسوء نية بسبب غبائهم بسبب جهلهم المركب بسبب تسويل الشيطان لهم لأي سبب من الأسباب إنهم ينتقصون من آل محمد انتقاصا عظيما في كتب عقائدهم وقد عرضت هذه الحقائق في مئات من الساعات عودوا إلى برامجي وإذا أردتم أن تتأكدوا بأنفسكم فعودوا إلى المصادر التي ذكرتها ستجدون كلامي واضحا صريحا صادقا مثلما أقرأه عبر هذه الشاشة هؤلاء المراجع أساءوا كثيرا إلى محمد وآل محمد محمد الذي عندهم في كتبهم هو غير محمد الذي في القرآن وفي حديث العترة علي الذي عندهم هو غير علي الذي في القرآن وفي حديث العترة فاطمة كذلك الحسن الحسين سائر الأئمة صاحب الأمر كذلك الذي عندهم هو غير ه الذي ذكر في القرآن وفي حديث العترة قد يقول قائل جاهل غبي من أن الأئمة لم يذكر في القرآن كل حرف في القرآن فيهم إنما تقولون هذا لجهلكم بتفسير آل محمد للقرآن لو كنتم مطلعين على تفسير آل محمد للقرآن لعرفتم أن كل حرف في القرآن يرتبط بآل محمد إما بهم أو بشأن من شؤونهم أو أنه يتناول مطاعن أعدائهم بالنتيجة هو في دائرتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فالإمام هنا يقول لصاحبه هذا يقول فإما جلست معه وتركتنا اذهب إلى خالك هذا واجلس معه ولا تأتنا وإما جلست معنا وتركته فقلت فقلت هو يقول ما شاء أي شيء علي من إذا لم أقل ما يقول فقال أبو الحسن أما تخاف أن تنزل به نقمة وهذه النقمة ليس بالضرورة أن تكون صاعقة كهربائية مادية من السماء أن يكتب له من الآن العاقبة سيئة أن تمنع عنه الهداية مطلقا أما تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعا أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى وكان أبوه من أصحاب فرعون فلما لحقت خيل فرعون بموسى عند العبور تخلف عنه تخلف هذا الرجل الذي من أصحاب موسى ما عبر مع موسى أراد أن يدرك أباه كي يمنعه فلما لحقت خيل فرعون بموسى تخلف عنه ما عبر مع موسى تخلف عنه ليعظ أباه فيلحقه بموسى فمضى أبوه وهو يراغمه حتى بلغ طرفا من البحر فغرق جميعا فأتى موسى الخبر فقال هو في رحمة الله ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عن من قارب المذنب دفاع مثل هذا الحديث كثير في أحاديث العترة الطاهرة وهذا الأمر يجري علي وعليكم لذلك دائما أردد وأكرر فيما يرتبط بالبراءة الفكرية أن نقوم بعملية نزح للقذارات الناصبية المرجعية في عقولنا وإلا فإن التيها الذي يضيع فيه هؤلاء المراجع وهؤلاء الفقهاء الذين هم من فقهاء الشيعة على دين الطوسي إذا ما قاربناهم وعايشناهم فإن البلية التي تنزل عليهم تنزل علينا الرواية واضحة وصريحة أعيد قراءتها عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن يقول ما لي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب فقلت إنه خالي فقال إنه يقول في الله قولا عظيما يصف الله ولا يوصف الله لا يوصف فإما جلست معه وتركتنا وإما جلست معنا وتركته فقلت هو يقول ما شاء أي شيء علي من إذا لم أقول هذا جوابي للذين يقولون لي لماذا لا تتصالح مع هؤلاء هذا هو جوابي لماذا لا تأتي إلى منتصف الطريق هذا هو جوابي هذا هو منطقي مثل ما قال الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فإما جلست معه وتركتنا وإما جلست معنا وتركته ولهذا السبب قطعت علاقاتي الكثيرة أنا صاحب علاقات واسعة جدا واسعة جدا الذين يعرفون أني عن قرب يعلمون مدى سعة علاقاتي في الأجواء السياسية في الأجواء الاجتماعية العامة في الأجواء الدينية في الوسط الحوزوي الذين يعرفون أني عن قرب يعرفون مدى علاقاتي الواسعة والواسعة جدا وعندي من العلاقات في بلدان مختلفة لكنني قطعت كل تلك العلاقات فإما جلست معه وتركتنا وإما جلست معنا وتركته قطعت تلك العلاقات لا لمرض نفسي لكن ني إذا بقيت عليها سأضطر إلى المجاملة وإذا وأنا لا أريد أن أجامل كل هؤلاء الذين أنتقدهم وانتقدتهم إما أن تكون لي بهم علاقة مباشرة أو علاقة ليست مباشرة لكنني بإمكاني أن أستثمرها لمصالحي الشخصية رفضت كل ذلك لأنني أجد نفسي سأكون مجاملا ولن أتمكن أن أكون صادقا ولن أتمكن أن أكون صريحا المجاملة ستحول فيما بين وبين ذلك كلام الإمام واضح جدا فإما فإما جلست معه وتركتنا وإما جلست معنا وتركته قطعا هذا اللون من التصرف الذي أشرت إليه أنا لا أريد من الآخرين أن يفعل كما فعلت تكليف الشرع يلزمني بهذا أنتم لستم مضطرين أن تتحدثوا مثل ما أتحدث بهذه الصراحة دائما أقول هناك جرة لا بد أن تكسر برأس أحد الأشخاص أنا تبرعت أن تكسر الجرة برأس الذي تكسر الجرة برأس تكليفه يختلف عن الآخر قطعا أنا هنا لا أدعو أحدا أن يقطع علاقاته مع الآخر أبدا آل محمد أسلوبهم مع الناس علاقاتهم مع الجميع لكن في موقف من المواقف لا بد أن تتوقف المجاملات هذه الحقائق لا أستطيع بيانها إذا كنت مجاملا ومع وجود العلاقات الواسعة الاجتماعية والتي تختلف اختلافا واسعا من جهة نوعية تلك العلاقات وطبيعة الأشخاص كل ذلك سيضطرني إلى المجاملة والمجاملة نقيض للرسالة التي أحملها لا بد من الصدع بالحق ولا بد من وضع النقاط على الحروب فإما جلست معه وتركتنا وإما جلست معنا وتركته فقلت هو يقول ما شاء أي شيء علي من إذا لم أقل ما يقول فقال أبو الحسن أما تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعا أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى وكان أبوه من أصحاب فرعون فلما لحقت خيل فرعون بموسى تخلف عنه ليعظ أباه فيلحقه بموسى فمضى أبوه وهو يراغمه يراغمه يعانده وهو يراغمه حتى بلغ طرفا من البحر فغرقا جميعا فأتى موسى الخبر فقال هو في رحمة الله ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمن قارب المذنب دفاع صفحة خمسمية وأربعة الحديث السابع من نفس الباب إنه الباب الثامن والثلاثون بسنده عن عبد الأعلى ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 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 يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن حينما يتحدث الوائل مثلا في مجالسه مستهزئا بحديث إمام زماننا في تفسير كاف ها يا عين صاد الإمام الحجة يقول كاف كربلاء ها هلاك العترة يا يزيد ظالم الحسين عين عطش الحسين وصاد صبر الحسين والوائل يستهزئ بهذا في مجلسه ويقول هذا كلام عجوز مخرف هذا هذا المجلس لا يجوز الجلوس فيه ولا يجوز بثه على الفضائيات ولا يجوز الجلوس أمام الوائل ومتابعة هذا المجلس في فضائيات السستان أو الشيراز أو غيرهما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن القضية واضحة لا تحتاج إلى شرح كثير فما بالكم وأنتم تخدمون أولئك الذين ينتقصون من الأئمة في كتبهم وفي دروسهم وهم الذين يأمرون بنشر مجالس الوائل التي ينتقص فيها من الحسين حين يتحدث الوائل عن الحسين من أنه عظام نخرة من أنه تراب من أن دمه نجس هذا الكلام هذا الخاص وما غيرت العقوبة شاملة للإثنين والعقوبة هي الضلال العقوبة هي القطيعة فيما بينكم وبين إمام زمانكم العقوبة هي التيه العقوبة أن سلب منكم حلاوة حلاوة الإيمان وسلبت منكم لذة المناجات وكل هذا تعلمونه بصدق وبحق الصادق يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن فما بالكم بمراجع النجفي كلهم الذين يدفعون الناس إلى مجالس الوائلي ويطلبون من الخطباء أن يقتدوا بمجالس الوائلي التي أكثرها مشحونة بالانتقاص من محمد وآل محمد عودوا إلى برامجي وعودوا إلى الأدلة وعودوا إلى الحقائق إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة من نفس الباب صفحة 505 الحديث الثالث عشر عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم والنصب نصبان نصب السقيفة ونصب الشيعة هذه الرواية أقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري رواية التقليد التي طالما قرأتها عليكم الإمام يقسم مراجع التقليد عند الشيعة مجموعة بهذا الوصف فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض بعض يعني قلة قليلة إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم المرضيون قلة الأكثرية ما هو حالهم الأكثرية هذا حالهم الإمام يقول في نفس الرواية ومنهم قوم نصاب الأكثرية نصاب هؤلاء نصاب الشيعة نصاب السقيفة أعداء الشيعة ونصاب الشيعة أعداء آل محمد هم قالوا ذلك لست أنا هذا المعنى موجود في رواياتهم ولطالما تحدثت عنه في برامجي المفصلة والمطولة النصب نوعان نصاب السقيفة نصاب السقيفة أعداء الشيعة أما نصاب الشيعة هم أعداء صاحب الزمان وأبرزهم مراجع التقليد عند الشيعة هذا حديث صادق مراجع التقليد المرضيون قلة الإمام يقول وذلك لا يكون إلا بعض بعض يا شيعة بعض اسمعوا إلا بعض فقهاء الشيعة إلى جميعهم ومنهم من مراجع التقليد عند الشيعة ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا بشكل مباشر لماذا يريدون القدح في الأئمة لأنهم يحسدون الأئمة سأحدثكم عن حسد مراجع الشيعة للأئمة في الحلقات القادمة لماذا يريدون أن يقدحوا في الأئمة حسدا ومنهم قوم النصاب من مراجع التقليد عند الشيعة لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا عند نصابنا عند من؟ عند أتباعهم عند تلامذتهم عند أبنائهم وأصهارهم في جوقتهم الخاصة بهم وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه يضيفون إلى بعض المعلومات الصحيحة التي تعلموها من علوم أهل البيت ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا إذا أردنا أن نحولها إلى معادلة رياضية فتكون نسبة عشرة بالمئة من العلوم الصحيحة يقابلها مئة وعشرون من الأكاذيب لأن الإمام هكذا قال يضيفون إليه أضعافه الأضعاف أقل شيء ثلاثة وأضعاف أضعافه وأضعاف أضعافه أقل شيء تسعة من الأكاذيب علينا فتكون النسبة واحد إلى اثنعاش إذا كان ما تعلموه من العلوم الصحيحة عشرة بالمئة أضافوا إلى ذلك مئة وعشرين بالمئة من الأكاذيب يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم أنتم في خدمة هؤلاء وهم أضار على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إلى آخر الرواية يمكنكم أن تعودوا إليها وأن تقرؤوها مصدرها الأصل تفسير إمامنا الحسن العسكري والرواية منقولة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إمامنا العسكري يحدثنا عن جده الصادق في هذه الرواية التي يعقد فيها الإمام الصادق وجوه التشابه بين مراجع اليهود الذين يقلدونهم التقليد موجود عند اليهود وبين مراجع الشيعة الذين تقلدهم الشيعة ويقول عنهم قوم النصاب إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كأنك على الرضف حتى تقوم من مراد من الرضف الرضف هي الحجارة والصخور التي تكون محمية بالنار أو تكون محمية بحرارة الشمس الحارقة فلا يستطيع الإنسان أن يطيل الجلوس عليها يبقى يتقلب وهو جالس على مثل هذه الصخور التي استعرت بالنار أو استعرت بحرارة الشمس الحارقة إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كأنك على الرضف حتى تقوم حاول بأي طريقة أن تبتعد عن هذا المكان القذر فما بالكم وأنتم تأتون بكل قذارات النواصب وتضعونها في رؤوسكم ثم تضحكون على الشيعة وتقولون هذا دين محمد وعلي وحينما أتحدث إلى الشيعة بحديث محمد وعلي تقولون لهم هذا حديث العملاء والماسونية سود الله وجوهكم أنا لا يضيرني شيء أنا أفتخر أني ناقل لحديث محمد وآل محمد منذ أربعين سنة أنا خادم لهذا الحديث هذه مفخرتي في الحياة ولا أعبأ حتى بأقرب الناس إلي حتى بأسرتي التي أعيش معها لا أعبأ بحاد الذي يريد أن ينتفع من هذا الذي أطرحه أهلا وسهلا به الذي لا يريد فهل يذهب هو وما يريد إلى الجحيم لا أبالي به لقد عرفت الفائدة أين ولقد عرفت من أين تؤكل الكتف ولقد عرفت الباب الذي يجب علي أن ألج من فلذا لا أبالي بالآخر هذا هو السر الذي يسألني كثير عن من أين لك كل هذه الثقة ودائما تقول لا أعبأ بأحد لا أبالي بأحد لقد عثرت على الكنز الذي لا ينتهي هذا هو الكنز الذي لا ينتهي لأن كنوز الدنيا ستنتهي عند موتي ولكن هذا الكنز سيصاحبني إلى قبري وكلما اشتدت علاقتي به كلما اشتدت علاقته به اذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كأنك على الرطف على الحجارة المستعرة بالنار حتى تقوم فإن الله ماذا بعد فإن الله فإن الله يمقتهم ويلعنهم فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الأئمة النواصب لا شأن لهم بأئمتنا إذا ما جلسوا يسبون الشيعة والرافضة الذين يتحدثون عن أئمتنا هم راجع الشيعة الذين ينتقصون من أئمتنا هم راجعنا النواصب لا ينتقصون من أئمتنا يلعنون الشيعة بل يقولون إن الأئمة هم أئمتهم ومن أنهم هم من شيعة الأئمة على طريقتهم ومن أن مودة آل محمد واجبة ويمدحونهم في كتبهم يتحدثون في مجالسهم عن الشيعة ولذا فإن الأئمة ماذا قالوا قالوا نواصب السقيفة أعداء الشيعة وهذا هو الواقع الذي نعايشه ونرى أما نواصب الشيعة قالوا أعداؤنا هذه كلمات الأئمة ما هي كلماتي وهذا هو الواقع الذي نحن نعيشه إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كأنك على الرطف حتى تقوم فإن الله يمقتهم ويلعنهم فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الأئمة فقوم ما هم يخوضون في ذكر الأئمة على الشبكة العنكبوتية وعلى الفضائيات وفي دروسهم ينتقصون من آل محمد ويقولون هذا هو فكر محمد وآل محمد وكل ذلك بسبب هؤلاء المراجع الضالين الأغبياء هذا هو الواقع الشيعي أو لا يا أصحاب العمائم يا أيها الكذابون يا من تحولون فيما بين بسطاء الشيعة وضعفاء الشيعة وبين أن يعرفوا عقيدتهم الصحيحة فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الأئمة فقم أما أنا فألقمهم حجرا أنت وظيفتك إذا ما تحدثوا عن الأئمة فقم أما أنا فألقمهم حجرا منذ أربعين سنة وأنا ألقمهم حجرا بعد حجر ولا أبالي فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الأئمة فقم فإن سخط الله ينزل هناك عليهم وسخط الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن يرمى بحجر من سجيل ذلك الإنسان المشكلة الكبيرة حينما يسلب الإنسان دينه هي هذه المصيبة الأعظم ولذا ماذا قال أمير المؤمنين في وصيته لأصحابه التي قرأتها عليكم قبل قليل فإذا نزلت بكم نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم دافعوا عن دينكم بأنفسكم الحديث الخامس عشر صفحة خمسمية وستة من الباب الثامن والثلاثين عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا هؤلاء الذين يتحدثون عن مرض الإمام السجادي ويصورونه من أنه كان يتغوط على نفسه وكان ملطخا بالغائط من المراجع الغائطيين ومن الخطباء الحقراء الغائطيين أيضا من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا أو وصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا نحن كيف نعرف هذا من القاطعين أو من الواصلين الميزان فاطمة من وصل فاطمة فقد وصلهم من قطع فاطمة فقد قطعهم هؤلاء الذين ينتقصون من فاطمة من مراجع الشيعة هؤلاء قد قطعوا فاطمة كل بحسبه ليس للقطيعة من درجة واحدة ولكن الذين أساءوا لفاطمة من كبار مراجع الشيعة هؤلاء قد قطعوا فاطمة والبرامج موجودة بالوثائق بالكتب والفيديوات والتسجيلات الصوتية لقد أساء مراجع الشيعة إساءات إلى فاطمة لا حد لها ولا حصر منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا أساء إساءات كثيرة جدا وسار الخطباء والمراجع المعاصرون على نفس هذه الطريقة الساقطة القذرة من من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا أو وصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا أو والا لنا عدوا أو عاد لنا وليا فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم أنا أسألكم بالله عليكم هل تعدونني ممن قطع فاطمة أم ممن وصل فاطمة أجيبوني بوجدانكم أنتم تعرفون سيرتي وتعرفون تاريخي هل تحدث أحد في الجو الشيعي في زماننا هذا بعمقي وسعتي ودقتي وإحاطتي ما تحدثت بها أنا عن فاطمة الإنترنت موجود هل تحدث أحد حتى من الذين سبقوني جئوني جئوني بأحد تحدث عن فاطمة كالذي تحدث به جئوني من السابقين ومن المعاصرين جئوني بأحد تحدث عن فاطمة بنفس العمق الذي تحدث به وبالموسوعية والإحاطة والدقة وإني لفخور بذلك وهذا ما هو من فضلي هذا من توفيق فاطمة من توفيق محمد وآل محمد لي هل أنا واصل أم قاطع لماذا إذن تعادونني أنا لا أعبأ بمعاداتكم لي لا أعبأ بها والله لا أعبأ بها وإني لا أفخر بها وإني أريد أن ألقى وجه إمام زماني عند موتي وأنا على هذا الحال وأنا معادى فيهم ومتهم فيهم فذلك من مفاخر في هذه الحياة وليس هذا بحالة نفسية أو ردة فعل أبدا أنا أتحدث بكل أريحية وبكل وضوح وبكل اتزان أنا أريد هذا أريد أن ألقى أئمتي مثل ما قضوهم صلوات الله عليهم من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا أو وصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا أو والا لنا عدوا أو عاد لنا وليا فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم بقيت بعض الأحاديث القليلة أتركها لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى غدا سأجيبكم على هذا السؤال إذن ماذا نصنع ماذا نفعل غدا سأجيبكم أعتذر للجميع عن عن كل ما صدر مني من حديث يسبب لهم أذن هذه صراحتي صراحتي مؤذية أنا أعلم ذلك لكنني أجد رسالتي في صراحتي شكرا للمشاهدة